مرحباً بجميع في قناة لسيونس الحصة في هاد الفيديو غادي نتعرفوا الى لفعب اتخ افواغ او بخيزن يعني الفعل اتخ يكون والفعب افواغ يملك في الحاضر كذلك نسميهم لزوكسيلياغ فهما دفعب افعال وكذلك دزوكسيلياغ اللي هما الافعال المسايدة اذا هاد الافعال كيتم الخلط بينتهم بزاف داكشي لاشادي نحاول نشرح لكم الفرق بينتهم و اتخ و افواغ هما من اهم الافعال اللي خاسكم ضروري تعرفوها في اللغة الفرنسية حيث هما لا بعض خاسكم تبدو بيوم هما اللولين عاد تتمرو الافعال الاخرين اذا قبل ما بدا الفيديو كنتلب منكم تشاركوا بالقناة تفعلوا جرس باش يوصلكم جميع دروس و التمارين كذلك تنضموا للقروب والا باجيلي فيسبوك اللي دخل بهم في حسمية القناة لسيونس الحصة والرابط غادي كون في صندوق الوصف انا بدو اولا بالعفاغ بأتخ يعني يكون اتخ هو يكون غادي نصرفوه في لبخازون يعني الحادر اول حاجة خاسكم تعرفوها لتصريف اي فعل يجبو كتابة الدمائر اولا لبخنون پرسونيل يعني الدمائر الشخصية اللي هما ج انا ت انت انتي ال ال ان هي هو و ان هو الغائب المجهول نو نحن و انتم ال افك اس هم هنا ثم نضيف الفعل اتخ انا بغيتكم تحلو معي دماركم مزيان ركزو معايا بغيتكم تحاو دمائيا نحن و انتم كنستعملو اتر لتعبير عن المهنة انا طبيب لتعبير عن الجنسية كنستعملو ايضا اتر لتعبير عن صفاتنا الحسنة والسيئة صفاتنا الحسنة اللي هما لكاليتي وصفات السيئة اللي هما لديفو ناخدو بعض الامتلا جسوي امبسيوز هدا المثال في كاليتي صفة حسنة جسوي امبسيوز هي انا طموحة اكزامل يالديفو ايضا جالوز هي كاتغير للإشارة عن التاريخ والوقت اكزامل إلي 22ه إلي 22ه إلي ميدي ميدي هو الزوال إلي ميدي واخيران لتعبير عن مواقف او حالات كالكوز اكزامل إلي ماريه هو متزاويج إلي ماريه اكزاملو حداخر تيسامل تيسامل نمرو الان لفر باواغ او PRESENT اواغ هي يمليكو پوسيدي يعني كدليلا الملكيا هو في الكدليلا الملكيا او PRESENT في الحادر قبل ما نضيفو الفئل اواغ شنو خاسنا قبل فكرو مزيان خاسنا نكتبولي بخنوم پرسونيل حسن جيتان لي هم الدمائر شخصية ج ت ال ال ان نو ال ال ثم ما نضيف الفئل اواغ ج ج إذن غد صلني هنا يعني لش حدفنا لأو ديال ج بكل بساطة لأن ا لي هو لفر باواغ كي بدا بحرف متحرك إذن كان حدفو لأو وكان ضيفو لأبوستخوف لأبوستخوف هي ديك شريطة لي فوق ج ج ت ت ت ت ا إل ال انا نوز 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 كيف ما لاحطو انتقتها زن ولكن كتكتب فقط ان O N T ساو تلكن سمعو الز ز هي فقط للاياز مابل le pronom personnel مابل لavoy ل نعاو دو نتخلف الـ avoir من الأول جَي تُو·يَّا إِلَا نُوزَاVَن VوزَاVَي إِلزَن نمرو الآن حالات إجسيمة من الـ verب ووو أكسيليار الـ AVOAħ للتعبير عن الإمتلاك نستعملوا أعبر ني كن أبرو عن الـ الإمتلاك بوو اسپريما لأحيائي la possesion نخدمة الـ إِلَا إِلَا وَبَعتُ كنستعملوا أيضاً أفور لتابير عن السين مثل كنستعملوا أيضاً لتأيين حالا تتعلاق بي نان كومن مثلا تُو يَا أُنْ سَرْ لديك أورت تُو هو le pronom personnel آس هو le verب أور على دوزين برسان دو سنگلية أُنْ سُرْ هو للم كومن لباريت درس ديال للم كومن رابط رادكون في صندوق الواصف كنستعملوا أيضاً أفور لتأبير عن إحساس ما مثل انا خايف لتأبير عن الإحساس بالحاجة أو الألم مثل جي فخوا جي شو جي شو و اخيرا الى وصف شخصين ما مثال جي لاز يو ماران جي لاز يو ماران قبل ما نسالي الفيديو عندي لكم واحد تمرين ضدت لكم في حرف القاسم كتشرح لهم اصداد الدرس و مورها كتصدمهم عندي لكم واحد تمرين وبغيتكم تخدموه في الدار و اللي ما جابوش غدا غتي خرج من القاسم مهم هادو جي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا لكم